حنزل عيطة والان كلمة حول تعرض ناشط العشاء انه يوسف قولا نستريقه بالعنس كلمة ديانة يا حنزل تحية المجد الحوض لشو داع الشعب المغرقي على رأسهم شو داع حركة الشيطة بغاير المزيدة التحية كل تحية على الأبطال القابل المعتقلين السياسيين القابلين على الجمع داخل الزنزل بالنظام المتعثين كما كشاهد اليوم الجامعي على اننا قمتعرض بمنطقة ياسبت العقاب جامعي ولان من الأمس من المراضي للحركة الشيطة بغاير المعتقل السياسي يوسف قبل الله جاءوا تحق بالعائلة النيضالية دياله على انه يقوم بالزيارة ديالهم وعلى انه يشوف اطار العائلة والتأخي اللي كيجمع بيناتنا واللي انه العلاقات الريفاقية تحولت لها علاقات عائلة كيبتعرضوا لي واحد جديد اشخاص كيقوموا بالقوة تحت هديد بالسلاح كيقوموا بالصيب الهاتف دياله ورغم على انه يلا جرى عملية جراحية ومركب الحديد بوجه ويلا تعرض نفس الطريقة تعرض لها في المنطقة دياله في الويفا رغم على ان الامن ذاك شي في الويفا لحد الان باقي ما قبضتش على ذاك المجريم كيبان بالملموس هي ذاك شي اللي قال يبايح وكيباع القادمهم على ان النظام الآن حالي كي توجيه يراك كيفرس في المناظرين وكيديلهم عقاب جامعي يبايح توجيه نرجع للبيت القاسد ويبايح تتعرض دياله على انه تحت من المنزل ديالنا انه توجيه نا الدائرة القمعية الدائرة رغاء باش وضعوا شكاية كم مواطنين وكنطلبوا بمساندة كنتلقاوا اتصال هاتفي من الساكنة على ان هذا الاشخاص انه جاءوا الاشخاص الاصديقات ديالهم المجرمين جاءوا بالسيوف ديالهم وديروا الساكنة ديالهم الرائد كنتفاجحوا مبزر طالبنا هاد الناس انه منتقلوا انه منتقلوا معنا قوة وكيقولك انه سارح العبارة والكل يتحمل المسؤولية وانا كانت تحمل المسؤولية وفهر رادرة كيقولك سارح العبارة على ان الدائرة القمعية ديال الاربها انه مكتو فورش على القوة واش القوة دي في المشات خليتو الابناء ديال مدينة ضار الرضا تحت الرحمة ديال السيوف وتحت الرحمة ديالاصحاب الصوابع كمشوا اليوما كمشوا البالح كمديرو كمتسناو يمشيوا اليوم مع هوسيني لم تتعرفينش الاسماء ديالهم يشينا بحق عنا المعرفة ديال ابناء المنطقة جابوا لنا الاسماء دياله للناس يشينا التحقنا في دائلة الرابعة مو جددا كانت تشوف على ان ما مكنش موثيه ديال الباح تا واحد ما جا ديك لا رح ودع يندل على شعنات فيك يطرح تساؤل شوش هادا وشوش هادا مو منهج لتحمل المسؤولية دياله اي ان كان وهذا شي ما غن نسكسوش عليه مو يمك نقاش لموسيكي وكسير الدائرة وقنعية تلاتة وعشرين سيرو حطى الموسو ديالكم كنجيو لدائرة تلاتة وعشرين ازد من تلاتية تسويه ما عرفتش انا الدائرة قنعية تلاتة وعشرين في مدوامة متى التفار مكين ايش واحد ايش واحدة هادا كده يدل عليك لدى العلاشي حاجة كده لعلي اننا نتعرضو العقار الجماعي وهذا العقار الجماعي مغيم كاش نسمحو به اتداع الضرورة لاننا على عتم الاستعداد لان هذا القمع هذا ويقولوني اللي كنقول القمع لانه كي عاطق مع اولاد الشاعر ولكن الخدمة دياله مكي قمش بها لكان هاد الناس ما قد بديش يخلوه المواطنين وما قد بديش لقمع لانه فاهمي السياسة ديالنظام القائم ومقاربة القمعية ويش حلو المواطن والاختقال الشماعي والشي كامل اللي كين وليقول لك على عدد انا ما باغي انا ما باغي تشل حاجة انا باغي انا باغي خمسة درهم باشرها باي تمام غير انا ما اقربش احنا فاهمين هاد النتيجة وفاهمين هاد المسائل واذا انك الحملة المسؤولية الكاملة المسؤولية النظام القائم في المغرب لانه اي مناظر اتعرض لأي مسئلة وعلى هاد المسئلة هدي لي يوصف او بالله لكي اتعرض لحبع غير مباشر ومبدأ تكتشور هدي من خلال الهجوم عليه وضع شكايات كيدية عليه وبالانصر من قلال التواجد ديالو على ان هاد شي كامل اللي يوقع عليه كيتفاجأ اتصال هاجب على ان الطلقة المحلية حجمات على القوت اليومي ديالو احنا فاهمين هكذا وما غديش يشكسو عليها وانا للشارع وانا اليه يراجعون وهاد شي كامل قد تكون اجابة ديالو في الشارع هاد القيام من خلال منطقة ديالنا الابية ويكون يتحمل المصئوليه ديالو وكون يتحمل المصئوليه ديالو وأنجي رساله ما diffé بدaty عنا هاد القمع وهذا الشارع يديرون تطبيعون للجوء السياسي وغلايش نديروا اللجوء السياسي وہادي بنادنا وبلد جدودنا وعنا غادي موتوا وكل شي تتحمل المصئوليه ديالو شكرا